أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة تانية في القسم الثالث والأخير من حلقتنا النهاردة في يحكى أن موضوعنا التالي النهاردة هو الحقيقة موضوع يبدو أنه بسيط لكنه في منتهى الأهمية وهو عبارة عن سؤال ممكن لما تسمعوه تستغربه جداً هل في خطورة على الحامل من الاستحمام بماية سخنة أوي؟ في ناس متعودة ويابت استحمى تستحمى بماية سخنة أوي الحانو في إطار اهتمامنا بكل التفاصيل اللي ممكن تهم حضراتكم خلال رحلة الحمل فياجب التعامل بمنتهى الجدية مع كل الأسئلة أو الهواجس اللي بتمر على تفكيركم أي حاجة تخطر على بالكم خصوص فترة الحمل لازم التعامل معها بجدية الحقيقة والحقيقة أن البعض من حضراتكم ممكن يشعروا أن السؤال ده مش مهم أو بسيط لكن في مجموعة تانية من حضراتكم هتعاملوا معها برضو باهتمام وترقب عشان كده الحياة يعني إحنا قررنا من البداية أن كل حاجة مهمة وبمنتهى الصدق بنعترف لكم أنه بالبحث والاستقصاء عن بعض أسئلة الزوجات الحوامل أو ملاحظاتهم فإحنا بنلاقي أن كل المعلومات مش بس مهمة لكن مهمة قوي هتعرفوا دلوقتي حالاً يا طرق إيه تأثير الميا السخنة على الحمل؟ ما خلوه لكم فيه ناس بقول لكم ما بتعرفش تستحمى لبميا سخنة شوية صفشتها يعني الاستحمام بالميا السخنة مثلاً أو شرب السوائل السخنة يعني إيه الموضوع ده؟ واسمحولي أبدأ بالجزء التاني وأقول لكم أن شرب السوائل السخنة غير دار على الإطلاق في الحمل يعني فيه ناس تقول لك أنا بحب أشرب حاجات سخنة حتى في الأجواء الحرب خلاص؟ لكن يفضل أنها ما تكونش سخنة قوي بس ده مش عشان حاجة ده بس لتجنب انزعاج الجهاز الهضمي وتحديداً المعدة خلاص فيه ناس كده فيه ناس تقول لك أنا أشرب الشربة بقى نار أشرب مثلاً مشروب أنا مش بقول شاي بقى ولا حاجة مشروب دافي ولا حاجة يبقى دافي ما تشربهوش سخنة قوي وفيه الحقيقة بعض الناس بيروجوا أحياناً لمعلومات خاطئة زي مثلاً حكاية التأثير الإيجابي أنك تشرب مياه سخنة وقدرة مياه سخنة الصبحي يقول لك يصحى منهم تشرب كباية مياه سخنة دي بتدوي بالدهون والحالة المعلومة دي ما لهاش أي مرجعية علمية أو بمعنى أدق التفسيرات العلمية لها ضعيفة جداً وغير مؤكدة طيب نرجع بقى للجزء الأول أنا عارف أن فيه ناس ممكن تبقى مستغربة الحكاية وهو تأثير الاستحمام بالمياه السخنة على الحمل وده اللي لينا معاه وقفة مهمة الدراسات الطبية قالت أن الزوجات الحوامل اللي بتعرض جسمهم لحرارة أكتر من درجة حرارة الجسم اللي هي ما بين 36.5 و 37.5 خلي بالكواب ودايماً إحنا بنستحمى بدرجة حرارة أعلى خليوا بالكواب الحكاية دي يعني فيه سخنات دلوقتي كتير قوي بتبقى كتبة درجة الحرارة فخلوا بالكواب دراسات الطبية بتقول أن اللي بيستحمى بقى الزوجة الحاملة هي بتستحمى لو جسمها تعرض لدرجة حرارة أعلى من درجة حرارة جسمها وبالتحديد كانت 38 يعني 39 فما فوق يا 38 و 38 من عشر ماس 39 فما فوق خلاص؟ الزوجة الحاملة لو تعرضت لمية سخنة حرارتها حرارة المية دي 39 فما فوق وكان التعرض ده بشكل منتظم والأكتر من عشر دقايق في كل مرة يعني مثلاً فترة الحومة دي بتزود عن عشر دقايق خلاص؟ وهي مثلاً بتاخد دش كل يوم أو يوم في يوم ما فيش حلو كده؟ خلاص؟ يعني كل يوم بشكل منتظم أو يوم في يوم ما فيش ودرجة حرارة المية معدية 39 39 فما فوق وكان ده خلال أول سبع أسابيع من الحمل فده ممكن يكله تأثيرات سلبية كبيرة شفتوا بقى؟ وبالتحديد في زيادة نسبة فرص الإجهاد أو زيادة نسبة حدوث مشاكل تكوينية للجنين وبالأخص في منطقة القناة الخاصة بالنخاع الشوكي يبقى بكل بساطة وأيضاً بكل حسم ممنوع الاستحمام بماية سخنة قوي للزوجات الحوامل خلال فترة الأسابيع السبعة الأولى من الحمل أما بعد كده وتحديداً بعد الأسبوع الثلاثر من الحمل فممكن ده يحصل بشرط برضو أن المية ما تكونش سخنة قوي وحاولي في كل الأحوال أن فترة الاستحمام أو التعرض للمية ما تزيدش عن عشر دقايق بسرعة 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 في ناس بقى بيستغرقوا جوه الموضوع والحيانة المعلومة دي مهمة جداً لأن كتير من الزوجات الحوامل ممكن يلجأوا للاستحمام بعدد مرات أكتر من المعتاد ده ممكن الزوجة الحامل دي تستحمى مرتين في اليوم تقولك ده بيعمل لي استرخاء كده وراحة للعضلات وبيتغلب على الإرهاق يعني وقلم الجسم وكده وده بيكون ملحوظ خلال الحمل فاهمين قصدي أنا معاكو أن ده بيبقى مريح وكل حاجة لكن المحاذير بقى أن الماء ما تكونش سخنة ما نزودهاش عن تسعة وثلاثين درجة فترة الحمى نفسها فترة الاستحمام نفسه ما تزيدش عن عشر دقايق وطالما اتكلمنا عن الاستحمام ومحاذيره فعايزين نقول لحضرتك دلوقتي أنه ممنوع بشكل كامل ممنوع بشكل كامل تواجد الزوجة الحامل في حمامات البخار أو غرف السونة لأن تأثير الحرارة المرتفعة بيكون فيها ضرر بالغ على الجنين إذا كان لسه في مرحلة التكوين بالإضافة إلى فقدان جسم الأم آسف جسم الأم إلى كمية كبيرة من السوائل بسبب ارتفاع درجة الحرار وهنهي نصحتي في الموضوع ده لحضراتكم بأننا نؤكد عليكم الحرص الشديد أثناء الاستحمام يعني خلي بالك حضرتك من اتزانك وانت وقف ولو كنت حس بالإرهاق أو دوخة شوية في أي فترة سابقة يفضل أنك تستحمي وانت قاعد على كرسي أثناء أثناء ما تستحمي يعني أثناء فترة الاستحمام